السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه معكم اخوكم عمر سليم مدوم مصري. اه هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن الاعلام الاصيل. هي فكرة بسيطة جدا وش مكلفة جدا خالص. ومع ذلك فويضها احنا شفناها وجربناها في كذا شركة وجزا مكان. اولئناها جميل جدا. لو نعرف المشكلة ونشوف احنا جبنا حل بسيط ازاي. المشكلة ان اغلب اللي موجود في الاعلام دلوقتي. بيبقى ليه اجندات او ليه اراء بيفرضها. يعني مفرض انها مزيع ببقى محايت. لا هو بيجي بفكره وجاي ينشره وعايز يعمل نفسه ثوراجي. عايز يعمل نفسه زعيم. عايز يوري الشعب ان هو آآ جفارة. بيحد الناس على انها تروح تتخاني. بيحد الناس على المشاكل. بيبدأ يشوف السلبيات والايجابيات ما بيذكرهاش خالص. آآ الاعلام بيركز على المشاكل بيركز على الفضايح. ما بنشوفش صور كويسة في الاعلام. آآ البرامج الكويسة ما بتشوفهاش خالص. ما بتلايش تركيز عليها. لو في حاجة حصلت تركيز عليها جامل جدا. لو في حاجة كويسة موجودة. ما بيجبناش القضوة ما بيجبناش حد كويس. آآ اغلب الكلام بيبقى موجود كده. بممكن واحد عايز يعمل صبك صحفي. فيجذب. فلاينا المشاكل ده فعلا موجودة كتر جدا. ويعني مش محتاج ان انا اقول امثال او اسماء. لان احنا كلنا حاسين بيها. واحنا ادخلنا عن نت اللي انا في بعض الناس مثلا بترد. اللي انا في فيديوهات كويسة. اللي انا في فيديوهات يعني بسطة جدا وما زلك قوية جدا. آآ ممكن الناس بيشوف تخصها في الاعلام بس آآ عاملة مادة جبارة. وللاسف ما بتتعرفش في التلفزيون. لان ايه مادة ما بتحدش على المشاكل ومتحدش على آآ الفتن بين الناس. فبدأنا نجمع الفيديوهات ديت. طيب انا عايز اديها الاكبر عدد. ففي الشركة اللي انت موجود فيها. هتعمل الفولدر بسيط جدا. وتكتب مسلا احنا اخترنا اسم اسمه الاصيل. تمام? وتبدأ تحط الفيديوهات عليه. كل يوم بنتي تروح اول ما تروح البيت. تروح داخل على اليوتيوب واستخدم اي برنامج بتنزيل الفيديوهات زي جي داولودر. او اي برنامج انت عايز تستخدمه. فري داولودر او اي برنامج يوتيوب داولودر. او اي طريقة المهم ان انت تحصل على كمية كبيرة من الفيديوهات. ومتطورة يوم بيوم. وبتخدها تحطها عندك على الملف دوت وتقول للناس عليه يا اخواننا آآ حاول اسمعوه. والافضل ان انت تستخدمه صوت على اساس ما تحصلش مشاكل مع صاحب الشركة. تاني الفكرة بسيطة جدا ان انا بدخل على النيت بعمل داولودر للفيديوهات. ممكن انا نزلها وعلنها صوت وحطها صوت او فيديوهات. واخدها معي وانا راح الشغل. وهو فولدر كده بسيط جدا بسمينه الاصيل. لان هو دا الاعلام الاصيل دا بش اعلام بديل دا هو دا الاصل. ان الاعلام بيعرفنا كل حاجة بتحصل معنا. آآ ما بيشيلش الجانب الكويس ويركز على الجانب الوحش. الاعلام يبقى محايد. بينشر الخبرين خبر حلو خبر الوحش. يبقى محايد. لو في حاجة كويسة. تفرحنا ينشرها. ما يركز على المشاكل ما يقدناش صورة سودة قدامنا طول الوقت. لا احنا عايزين نشوف الصورة حقية عايزين نبقى لابسين نظارة شفافة بش نظارة سودة. آآ عايزين نشوف حاجات قدوة حلوة. من الفيديوهات الجميلة جدا آآ ان احنا ننشر مثلا فيديوهات مثلا آآ بتاعت خواطر آآ للشكيري. آآ اي فيديوهات بيكون فيها تنمية ذاتية بنحاول ننشرها. اي فيديوهات بتورينا افكار جديدة. احنا عايزين واحد يقولنا فكرة. افكار بسيطة. وهنشوف ان شاء الله فيديوهات كتيرة بالنظام دوت. افكار بسيطة ممكن نحسن بلدنا. لو مصر او اي بلد عربية ماشية. آآ بمنسوب معي مسلا تتين في المية اربعين في اليوم. محن مطردين. وهنعمل مشاكل وننزلها للسفر في المية. لا احنا ممكن نلاف معاه. وهذا المعاربعين في المية تبقى خمسة واربعين في المية تبقى خمسين في المية. اللي بعدين هيجي خلاها ستين في المية. كل واحد يحط طوبة لحد ما بلدنا تنهض. وان شاء الله الفكرة دي تتعمم. آآ انشورها باسمك. احنا ما ننجع وما ننجعه بآآ بأسامة معينة. يعني الفكرة دي مش لازم تخليها الاصيل او تقول فكرة فلان فلاني. لا. الفكرة دي انشورها باسمك. اعملها صفحة اليوتيوب. اعملها صفحة على الفيسبوك. آآ طور فيها. اعمل فيها. آآ انسابها لنفسك في شئ المشكلة خالص. آآ الفكرة بيش في تحت حد خالص. يعني الفكرة بصية جدا وعايزانها تنتشر. ان احنا نبدأ نعمل في كل الشرح ككده كناه. وتبدأ تحط الفتاة كويسة. هو ليه التلفزيون مركز مع الشيخ فلان فلاني. لان عارف ان هو بيغلط. ليه ما اجيبش مسلا بصحك الحيواني في مرة. ما اجيبش محمد سماعي المقدم. ما بجيبش محمد حسين يعوب. ما اجيبش محمد حسين. هو عارف ان دول كويسين في الكلام. فهو بيختار فيديوهات اللي بعض الناس مسلا زلت في كلام ويركز عليه. لا احنا هنجيب الفيديوهات كاملة. كويسة جدا. ونسمع الناس. آآ لو في اي شبهة نحاول نجيب الشبهة دي نحطها. آآ نحاول نجيب الفيديوهات اللي بتحص على التسامح والتعايش مع الاخر. آآ لان دينا ما ببي امرناش بان احنا نحارب آآ مسيحيين او بيهود. لا بالعكس بأمرنا بحصن المعاملة. والوقات في كده كتير. فنبدأ نحاول نشر آآ الحب والاخاء والمسامحة والآآ والتعاون ونشوف افكار بتاعت برة ونشوف الحلول. ندور على الحلول باش ندور على المشاكل. ونبدأ ان شاء الله ننشرها. واتمنى الموضوع آآ يعجبكم ونوفقها مشاكل نبدأ نحاول نحل مشاكل دي مع بعض. وان شاء الله ما يبقاش في مشاكل. وان شاء الله آآ نتطور وان شاء الله مصر تبقى في الدول المتقدمة. آآ خوكم عمار سليم. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة